اشتركوا في القناة وعلى أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين فازوا الله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم طوايا نظامي في الزمان آيان لها نشر يعطرها من طيب ذكراكم نشروا يوهم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتروي ولولا هم لم يخلق الله آدم ولا كان زيد في الأنام ولا أمر ولا سطحت أرض ولا رفعت سماء ولا طلع الشمس ولا أشرق البدر يوسرى سرهم في الكائنات وفضلهم فكل نبي فيه من سرهم سروا ويذكر فضاء الأهل البيت عليهم السلام إلى أن يصل إلى مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام فيقول أيقتل ضمآن حسين بكربلا أيوة حسين أيوة شهيدة أيوة عطشانة أيقتلوا أيوة ضمآن حسين بكربلا أيوة عطشانة 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 ماء الفرات لها ايايا مهر ماذا يحصل للزهراء عليه السلام عندما تتذكر ما سيجري على ولدها الحسين وانه سيقتل عطشانا والله انا الوالد انا الوالد والقلب لهفان ودور عزبني وين ما اتشان اي 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 ابني لم ايايا اي 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 اية عطشان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبت ان أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العلي العظيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا آيات الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى وهناك آيات عظمى وهناك آيات صغرى تختلف الآيات كل ما في الوجود هو من آيات الله سبحانه وتعالى لأن الآية معناها الحج والدليل والعلامة الآن تعال إلى النبات بكل أنواعه من آيات الله سبحانه وتعالى الجماد من آيات الله سبحانه وتعالى الحيوان من آيات الله سبحانه وتعالى ما نعلم وما لا نعلم الآن نوع واحد من أنواع الطعام هذا الطعام الطعام هذا التمر يمكن خمسمائة لون خمسمائة صنف وهكذا سبحان الله لكن في الواقع ليست هذه هي الآيات الكبرى والعظمى عند الله عز وجل هي من آيات الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فالآيات الكبرى والآيات العظمى هم محمد وآل محمد الله ثبت لا بأس بالثانية الله فهم الآيات الكبرى والآيات العظمى الله سبحانه وتعالى يقول ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله بعض الناس لما يمر بهذه الآية يقول لك في المعراج رأى الجنة ورأى النار ورأى العرش والكرسي والسماوات لا ليست هذه هي آيات الله الكبرى وليست هي الآية الكبرى التي رأىها رسول الله صلى الله عليه وآله إذن ماذا رأى أي آية أذكرها لك في هذا الحديث الله سبحانه وتعالى لما خاطب نبيه قال يا محمد اللهم صلى على محمد وآله في ذلك المقام الذي وصل إليه ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى تقرأ اليوم في دعاء الندب قرأت دنوا واقترابا من العلي الأعلى هذا الدنو والاقتراب ليس اقتراب مكان وإنما اقتراب مكان ومنزل لأن الله عز وجل ليس في مكان فسأله النبي صلى الله عليه وآله قال إلهي أنت خاطبتني أم علي بن أبي طالب عليه السلام لأن النداء الصوت صوت هذا الله سبحانه وتعالى ليس له صوت ذاته يعني ليست له صوت هو له صوت ولكن ليس من ذاته لازم من مخلوق يكون الصوت وكان ذلك الصوت هو لسان علي بن أبي طالب عليه السلام لأنهم هم لسان الله هم لسان الله الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما بأي صوت كلمه بصوت محمد وآل محمد اللهم صحيح فقال الله عز وجل يا حبيبي إني مطلع على ما في قلبك وإني أعلم أن أحب الخلق إليك هو أخوك علي بن أبي طالب عليه السلام فأحببت أن أكلمك بأحبي بلسان أحب الخلق إليك ثم قال له أتحب أن تراه قال نعم يا إلهي قال أنظر على يسارك وإذا أمير المؤمنين سلام الله هذا في حديث للنبي صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي لقد أشهدك الله عز وجل معي في سبعة مواطن هذا من المواطن المهمة القرآن يتكفل بهذا لما يقول أنفسنا وأنفسكم هو نفس النبي صلى الله عليه وآله يا علي إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع لكنك لست بنبي مو معنى هذا أنه ليس بنبي يعني بقية الأنبياء أفضل منه أكو هايف خطأ عقائدي واشتباح عقائدي عد كثير من الناس يتصور أن مقام النبوة هو أعلى المقامات من النبوة العامة يعني نبوة إبراهيم نوح عليه السلام موسى سلام الله عليهم عيسى عليه السلام يتصور مقام الأنبياء هو أعلى المقامات وهذا اشتباه خاطئ هذا اشتباه وخطأ لأن أعلى المقامات في المخلوقين هي منزلة محمد وآل محمد اللي نعبر عنها بالإمامة الخاصة أو الولاية الخاصة أي ولايتهم وإمامتهم لا يدانيها شيء طأطأ كل شريف لشرفكم وإن من شيعته لإبراهيم من شيعة من؟ من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم هذا المعنى لو نفهم معنى السلسلة الطولية والعرضية للموجودات نعرف حقائق الأشياء نعرف منازل المخلوقين لم أجد من أسس هذه القاعدة المسمات بالسلسلة الطولية والعرضية للموجودات سواء شيخنا الجليل الأوحد على الله مقامه الشريف اللهم صلى على محمد فقد رتب الموجودات وهذا ضروري جداً نحتاجه رح يجينا في بعض المجالس لأنه إذا ما تعرفها قد ماذا قد تنزل أهل البيت عليهم السلام دون منازلهم التي رتبهم وأنزلهم بها فقد تلعن نفسك بزيارة عشرة ولا تدري ولعنى الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم هذا سيأتي إن شاء الله بتفصيل سيأتي ربما سيقول لك هاي ليه شبيه شنو الضير فيها وين الخطأ سيأتي في حينه إن شاء الله فهذه السلسلة رتبها الشيخ الجليل وكل أعطاه حقه فمنزلة النبوة دون منزلة الولاية دون منزلة الأئمة عليهم السلام ليس هناك أقرب بالقرب المنزلة إلى الله من محمد وآل محمد اللهم صلى الله اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وآله صلى الله عليه وآله لاتخذتهم شنو شفعائ لا يدانيهم أحد ليس وراءهم إلا الله سبحانه وتعالى ماك في المخلوقين هم أعلى الرتب بل رسول الله صلى الله عليه وآله لأن جمع مقام الولاية والنبوة فصار أشرف الخلق يجمعين وأفضل رتب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام خلنا نقول يعني رقم واحد نقوم رقم واحد في حديث المرقات يوم القيامة لما يوضع المنبر منبر الوسيلة يذكر النبي صلى الله عليه وآله أنه له كذا كذا ألف مرقات على عدد الخلق فأعلى مرقات يصعد عليها رسول الله محمد اللهم صلى الله عليه وآله أسمع لكنك لست بنبي ولذلك الآية تكفلت فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم عبر عن أمير المؤمنين عليه السلام دائما يعبر علي مني ولم وهكذا كل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في مقام واحد هنا في رتبة واحدة هنا في هذه المقامات واحدة أولنا محمد آخرنا محمد أوسطنا محمد وكلنا محمد اللهم صلى الله عليه وآله ما كذب الفؤاد ما رأاه فؤاد النبي صلى الله عليه وآله لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام ما لله عز وجل آية هي أكبر مني في هذه الآية يقول ما لله عز وجل آية هي أكبر مني شنو بعد شاف الجنة من آيات الله شاف النار من آيات الله شاف العرش شاف الكرسي شنو هاي هاي لا شيء لا شيء في منزلة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله ليلة من الليالي أذكر لك أن هذا كل هذا الوجود إنما خلقه الله من رشحة من نور محمد وآل محمد وهو من آيات الله ولكن ليس آيات الله الكبرى هذا الوجود من آيات الله ولكن ليس من آيات الله الكبرى هم الآيات الكبرى سلام الله عليه وهم الآيات العظمى لا يدانيهم أحد ومن هنا أمرنا بأن نعرف هؤلاء سلام الله عليهم بما قدر لنا بما جاءت به الآيات والروايات وأيضا إن شاء الله هذه بحوث يتبع بعضها بعض ذكرت الآيات والروايات وجوب معرفتهم بل أن معرفتهم بل أن معرفة الله تتوقف على معرفتهم ولا يمكن لأي أحد أن يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم سلام الله عليه وهنا الكلام ماذا نعرف عنهم أن نعرف صفاتهم أن نعرف كراماتهم أن نعرف ما أعطاهم الله عز وجل من منازل ومن صفات كريمة وهذا أهم من الصلاة وأهم من معرفة الصوم وأهم من معرفة الحج معرفة الصلاة واجبة لكن وجوبها قطر في بحر وجوب معرفة محمد وآل محمد لأن لولاهم لما كانت الصلاة لولاهم لما كان الصوم لولاهم لما كان الحج لولاهم لما كان كل شيء لكن للأسف كثير من الناس أوسر هذا المرض إلى بعض المؤمنين أنه يهتم بالفروع أكثر من اهتمامه بالأصول يهتم بالحلال والحرام إذا اهتم أكثر من اهتمامه بالعقيدة العقيدة أهم الحلال والحرام مهم لكن العقيدة أهم بعض الناس مثلاً تسمعه من يصير فتحديث بالعقيدة يقول لك هاي مو أهم من الصلاة لا أهم أهم من الصلاة شنو الصلاة شنو الصيام ولذلك كشتباه عند بعض الناس يعني هو ما يعرف شنو المقصود يقول الإمام الحسين عليه السلام استشهد من أجل الصلاة فليسمع أو هو قد يعتقد هو هاي كلمة حق لكن يفهمها يعني شنو معناها هو من هذه الكلمة يصور بأن السبب الرئيسي لشهادة الإمام الحسين عليه السلام هي الصلاة لا هي سبب ثانوي سبب بسيط جداً ليس هذا هو السبب الحقيقي وإذا صار مجال نذكر أسباب تضحية الإمام الحسين عليه السلام لكن أذكر لك السبب الأعلى والأهم وهو في سبيل الله سبحانه وتعالى لرضى الله عز وجل أما للحفاظ على الإسلام للصلاة للمدرسين شيء ثانوي هذا من يقول الإمام استشهد من أجل الصلاة كأنما تكون الصلاة غاية وشهادة الإمام وسيلة هذا غلط هذا غلط أو بعضهم لا قد يجعل الإمام هو وسيلة والغاية هي الصلاة فجعل الصلاة أعظم منين أعظم من الإمام الحسين عليه السلام هذا جهل دقيق كثير من الناس ما يلتفت إليه أو مثلا هذه من المقولات اللي يقولوها لكن مو مناسبة لأن تورث الشبهة تورث الخلط بالزيارات وقاموا يصيحون الزيارة مستحبة والحجاب واجب شون يعني شون قصدك من هذا يعني يعني شون قصدك أكفرة ما لعلاقة التفكك بين الزيارة وبين الحجاب اللي تترك حجابها آثمة اللي هذا آثمة لكن مو معنى لأنها فعلت كذا لا يجوز أن تزور هذا المفهوم عد كثير من الجهال على هالنية ما حد يزور لأنه من من عدنا معاصي من من عدنا مو مذنب بس إحنا نشوف بس المرأة اللي تخلي مكياج وتخلي كذا بس ما نشوف القلوب اللي كلها حسد وغيل وغيبة ونميمة وهي أعظم أعظم من تبرج المرأة لا أدعو لا تبرج المرأة وقلها إتي آثمة لكن ما قلها للزورين التفتوا لهذه الدقائق اللي واقع بيها كثير من جهلتنا زين ويحسبون أنهم يحسنون صنعا مثل ما تجي بالزيارة سيل سيل ملايين طاب وين يزورون أكو بعض اللي ما يعرفوا اللذة الزيارة لحد يدفع لحد يدفع اكرمنا بسكوتة كتاب حضرة الإمام قال هو من اللي يدفع هو الدفع صاير أوتوماتيكي زين مثل ما بالكعبة بالكعبة تقدر إنتما تدفع وتندفع يوم الحج أو في أيام الحج ما قدع لها الصراخ وما قدع لها الكلام هذا زين ببدال هذا صلي على محمد وآل محمد فهذه المشكلة هاي هذا في زماننا كل اللي يجوا يتكلم بكيف كل اللي يجيب ويجيب له شعار ويحطه بكيفه زين الصلاة واجبة والزيارة مستحبة أولا منه قل لك الزيارة مستحبة هاي عدنا روايات عن الأئمة عليهم السلام زين يقول لها لحد النساء الإمام يقولها زور الحسين عليه السلام فإن زيارته واجبة على الرجال وعلى النساء مجموعة من علماءنا يحكم بوجوب زيارة الأئمة عليهم السلام مع الاستطاعة ولو بالعمر مر حجارة كعبة حجارة واجبة وزيارة من لو لاهم لما خلق الله الوجود ليزت بواجبة مجموعة من علماء حكموا بوجوبها الغالب يقول استحباب مؤكد مثلا زين ماكو داعي لهذا الكلام كل اللي يجي مثلا ناس قاعد شوفها تمشي هذا هماتها ذكرى يوم ليام على قضية الشعائر زين يريد يطعنون يقول لك ايه ذول اللي يمشون بيهم ما يصلون أو بعضهم شي يسوي ماكو دماغة محشش يقول لك اغلبهم اكثرهم هواي منعدهم يقول له اشوي يحترم نفسك من تتكلم انتبه اولا من تقول هواي لو تقول اكثرهم لو تقول اغلبهم يعني ستين بالمية وفوق من هاي الناس تتمشي ماكو ديش كلام مين جبت هذا الكلام قاعدة انصر اعداء الدين قاعدة انصر اعداء المذهب قال هاي والله اذن المؤذن واكو قسم ما وقفوا ويصلون اولا اذا اذن المؤذن واجب الصلاة لو مستحبة اول وقتها اول وقتها مستحبة الان التأخرتها ساعة ورا الاذان تأثم طيني واحد من الفقهاء يقول تأثم ماكو اثم ماكو اثم تركت المستحب اغلب هؤلاء الجهلة يصورون ان اذا اذن المؤذن وما وقفت الصلي يعني انت اثم وهذا يأثم بهذا الفهم وهو لا يجعر انا اشوفهم مثلا من توقف بصير بطريق المشي وحط هذا السماعة وصوتها لوين الزيارة مستحبة والصلاة واجبة اجيت اريد اصلي يلا هيئ الى مكان تكرم اريد اروح للتواليت زين لان ما عدهم دماغ ما عدهم فهم ما عدهم فكر بعضهم انت تشوف تكرم التواليت توقف عليها ربع ساعة نص ساعة ما تحصل لك شنو ما تحصل لك سرع فاني واقف واقف خلي امشي خلي امشي اقطع لمسافة لما تخفوا هذا حال كثير من المؤمنين يقل له شوفوا الازدحام خلي تخفوا دور الروح نصلي يولدون شبهات من غباء يولدون شبهات من جهل يولدون طعن من عدم فهم هذا كله ترى بسبب عندهم ذنوبه يجي اناس بينما العاقل الواعي لا التمس لاخيك عذرا هو يعرف شنو السبب يعرف لماذا هذا حصل المهم ارجع الى اصل الموضوع وهو ان من الضروريات ومن الواجبات ان تعرف صفات اهل البيت عليهم السلام متعرف حقيقتهم حقيقتهم لا يدركها الا الله وهم سلام الله عليهم ولكن الآيات والروايات تكفلت ببياني الكثير من فضائلهم ومن رتبهم ومما اعطاهم الله سبحانه وتعالى من كرامات ومن صفات وسأعطيك واحدة من هذه الصفات صل على محمد وعلى محمد من صفات اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام الحياة اليوم ان شاء الله زرته وزرنا الإمام سلام الله عليه السلام عليك يا عين الحياة عين الحياة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام ومعنى حياتهم سلام الله عليهم انهم موجودون ومخلوقون قبل الخلق وبعد الخلق في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل شي يقول الإمام عليه السلام ان ميتنا اذا مات لم يمت وان غائبنا اذا غاب لم يغب ان ميتنا اذا مات السر بقائل يقول ماذا لا يموتون لا يعتريهم السيف بل يعتريهم السيف والقتل ويسمون يأتيهم السم ولكن ماذا ولكن موتهم ليس كموتنا لا تقيسون بالناس فتهلكوا موتنا هو انتقال من الشهادة الى الغيب فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اما اهل البيت ماكو غطاء لو كشفها امسا مأمحة لو كشف الغطاء لي مزددت يقينا لان يقينا ثابت الامام عليه السلام ما عند غيبو شهادة الامام يرى الجنة واهلها يرى النار واهلها يرى ما في السماوات وما في الارض يرى ما في جابرسا وجابرقا يرى كل شيء لانه عين الله الناظر تقول للامام سلام الله عليه السلام عليك يا عين الله الناظر فهو لا يعزب عنه شيء أبدا فالموت الذي يأتينا غير الموت الذي يأتي الامام عليه السلام الآن البرزخ عندي غيب لا أرى أما الامام ليس عنده غيب البرزخ بل يراه ما وراء الجدار عندي وعندك غيب أما عند الإمام ليس بغيب ما في القلوب عندي وعندك غيب لكن عند الإمام عليه السلام ماذا؟ ما عرف إن في ذلك لآيات للمتوسمين والمتوسمون هم محمد وآل محمد كثير من الناس يتصور أن الإمام عليه السلام وهذا أذكر في أيام الولادات لو تسأله متى ولد الإمام سلام الله عليه بس يقل لك مثلا الإمام الحسين عليه السلام في الثالث من شهر شعبان يعني ما كان موجود ما كان موجود يتصور هذا أنه ولد ثلاثة شعبان يعني ما كان موجود وهي إساء لأهل البيت عليهم السلام طيب إذا مات وقتل الإمام عليه السلام انتهى بعد ما هو محاضر كيف إذن تخاطبه أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام في زيارة عرفة فيها فقرة هذا مهم جدا إخواني من نقرأ الزيارات من نقرأ الأدعية نتدبر بها فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة بحياتك ولا شاكة شنو بحياتك أشهد أنكم أحياء ترزقون أشهد أنكم أحياء ترزقون تسمع الكلام ترد الجواب تسمع الكلام ترد السلام فهم أحياء سلام الله عليهم في الواقع إحنا الموت ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إحنا الموت حقيقة وإنما هم الأحياء سلام الله عليهم وإنما شرب الخضر عليه السلام غرفة شربة من عين حياتي محمد وآل محمد اللهم سلام فصار من الخالدين السلام بعض الناس من يتقل للخضر عليه السلام شلون صار من الخالدين وكذا شرب يقل لك شرب راح البير وشرب لشوية من هذا الماء وضر منه الخالدين يعني يصور هذا الماء السائل للأجتوء لا عزيز هاي الغرفة التي اغترفها هاي الشرب التي شربها هي غرفة من علوم محمد وآل محمد الله وصلا فصار من الخالدين فكيف بهم سلام الله عليهم كثير من الناس يضطي كرامات للملائكة لبعض الناس لكن من يوصل لأهل البيت عليه السلام يقول لك خاف وقع بالغلو وخاف توقع بالتقصير أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام لطيف سؤال كل ش لطيف قال يا ابن رسول الله هل صحيح ما يقال قال وما يقال قال يقال أن رشيد الهجري رضوان الله تعالى عليه تعرفوا رشيد الهجري لما تعرفوا حساوي هذا منعتكم هذا بس من يذكره من يروح يزور قبر هم للأسف يعني مبس رشيد الهجري مظلوم هو أمير المؤمنين عليه السلام مظلوم وإحنا الزوار قد ظلمين يجي خمس أيام عشر أيام الكربلة وللنجف مرور الكرام شايف هذا الاشتباه الذي يعد كثير من المؤمنين أغلب الزوار هج أغلب بينما أكثر من ميتي معلم أثري في النجف الأجر وأعظمها نفسه رسول الله أمير المؤمنين اللهم صلى محمد واد السلام هود وصالح مقام الإمام الحج عجل الله تعالى فرجوه الشريف الحنانة كميل إلى أن تروح المسجد الكوفة والسهلة وميثم التمار ورشيد الهجري منك تعبر 25 كيلو عن الكوفة أو زيد الشهيد وذي الكفل لو تريد أحسب لك ما يعني مثلك أكثر من 200 معلم غير العلماء غير الفقهاء غير المواقع الأثرية مسجد النخيلة كذا 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 أنا سمحولي شوية يعني يعني عقب هاي لأن أنا أخاف باشر أسأل أمام الله عز وجل فديهم بعض الأخوان المؤمنين منا شفتهم بالنجف قالوا ها وين نازلين يا فندق قال لا والله ما نزل فندق احنا كربل قضيناها واجينا هسا بس نزر ونروح قلت ليش ما كو فنادق هكو فنادق يعني فارغة موجودة زين قال لا والله احنا ما ننزل بهاي الفنادق إلا فندق قصر الدور ما أدري أنا ما أترك التعليق يعني التعليق لكم يعني هاي زيارة قصر الدور أنا أسمي أو بعض الأخوان ذاك اليوم أسمعهم يعني الحمد لله بدلوا رأيهم قالوا احنا ما نروح لزيارة الأربعين قلت لهم ليش قالوا لأن ماكو سكين وماكو كذا قلت لها ما شاء الله هاي خوش مواساة الزينب عليها السلام انت رايح تواسي زينب عليها السلام إلا فندق خمس نجوم طبعا أكو بالمقابل حتى نكون منصفين بالمقابل مقابل هؤلاء أكو بالعكس أنا أعرف كثير من أغنياء أغنياء إذا مو مليارديري ونيرية يعني عدنا وفي حتى هنا وفي غير مقابل أبدا يعني يومين ثلاثة خمسة يروح يعني بس يروح الفندق يختسل أو كذا وإلا بالموكب بالموكب مع الزوار إذا خلصوا الأكل جمع هذا الطعام اللي نسميه فضلة الطعام بل هو بركة الطعام روايات تقول البركة في الفضلة الرزق في الفضل يجمع هاي الفضلة ويأكله مو بخلا هو قادر بس يعرف ومن يخلص هاي تجداشت يلمها ويأخذها بركة يقول وصي أهلي إذا متت يخلوها وياي بالقبر يخلوها لك لو الله أنت موفق خلي يسمع مثلي وأمثالي اللي يتفكه وإذا شوية مثلا تأثرت رجلية أو مثلا كذا وإلا سيارة أحدث ما يكون إلا فندق أحدث ما يكون هي هاي المواساة لزينب عليه السلام هاي المواساة خل الراجع عنفسنا إنما أنا أقول هذا الكلام ليس للحاضرين حاشا وكل من باب إن الذكرى تنفع المؤمنين ذكر أنفسنا نذكر أخواننا نذكر أهلنا من نسمع والسمعون هيك كلمات انصحوهم فهموهم هو رايح إلى مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام على أي حال فللأسف كثير من الناس كثير من الناس يذهبون ما يعرف رشيد الهجري ما يروح إلى رشيد الهجري قريب خمسة وعشرين كيلو عنه فقال هل صحيح ما يقال يا ابن رسول الله قال وما يقال قال يقال بأن رشيد الهجري كان يعلم علم المنايا والبلايا عبد إنسان عادي يعلم علم البنايا والبلايا ليش لتقواه إن أكرمكم عند الله أتقاكم هاي التقوى ميزته وحب لأهل البيت عليهم السلام هل سمادام ذكرنا رشيد الهجري خلنا نذكر هاي الحادثة هي له ولحبيب بن مظاهر الأسدي ولميثم التمار هلهم حق علينا لو ما لهم حق علينا فديوم من الأيام مر حبيب بن مظاهر الأسدي على ظهر جواده وميثم التمار أيضا عند قوم من بني أسد جالسين ذو لقاعدين سلم حبيب على ميثم وميثم سلم على حبيب فقال حبيب كأني برجل بطين ميثم كان شوية بطين وهو يبيع البطيخ في باب الرزق البطيخ قلنا شنو البطيخ الرقي احنا نسميه الرقي هو كلام الفصيح بطيخ المصريين يسموه بطيخ كأني برجل بطين يبيع البطيخ عند باب الرزق وقد صلب على جذع نخلة عاشر عشرة أقربهم إلى المطهرة أو المطهرة يعني الأرض فيقتل في حب وصي هذه الأمة يعني أمير المؤمنين عليه السلام هذا هو ليس سمعون الجالسين يسمعون ماذا قال قال كأني برجل أحمر ذا ظفيرتين رجل أحمر كان حبيب شنو شكل لونه أبيض مشرب بحمره جميل جدا كان حبيب وله ظفيرتان سابقا الرجال شعري طولون هذا جائز سابقا هل سموه جائز طبعا هل سموه جائز هذه قضية الشعار الملابس تلبس ملابس ترجع إلى العرف فسابقا مثلا النساء كنا يلبسنا العقال والكوفية أما هسه ما يصير تلبس عقال وكوفية النساء طول شعرها لكن الرجل ما يطول شعرها من مختصات النساء ولو هسه خبطت بعد ما شعر وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال شوفوا الآن البناتي لبسا ملابس الوليد بانطرون كابوي بانطرون جينس مدري شنو زين قول همات الشباب هم ما شاء الله يلبس ملابس نساء وريد مدري شنو كذا هالقضايا هاي اي اخر الزمان بعد فقال كأني برجل احمر ذا ضفيرتين وقد قتل في حب ابن بنت نبي هذه الامة ويجال برأسه في ازقة الكوفة راحوا هذول اللي قاعدين من بني اسد قالوا والله ما رأينا اكذب من هذين دول شنون شذاب دول هل اثناء اجر شيد الهجر سأل قال هل رأيتم حبيب وميثم قالوا نعم وسمعنا منهم كيت وكيت وكيت قال رحم الله ميثم لقد نسي نسفة شيء شنو هذا النساء ويزاد في عطاء صحامل الرأس مئة او مئتي درهم قالوا والله هذا اكذب الثلاثة فما مرت الايام والليالي الا وحصل كل ما ذكروا من يتحمل البلايا والمنايا من يتحمل فقال يا ابن رسول الله هل صحيح ما يقال قال وما يقال قال ان رشيد الهجري كان يعلم مولاكم غلام غلام امير المؤمنين عبد امير المؤمنين كان يعلم علم المنايا والبلايا قال نعم نعم شنو المانع من ذلك قال يا ابن رسول الله اذا عبد كم يعلم علم المنايا والبلايا فانتم ماذا تعلمون قلت لك ذكي هذا السائل كل ذكي الامام قال اقبل على شأنك روح روح لو مش شغلك وهذا بعد التفتهم ما يحتاج لها بعد اذا هذا يعلم علم المنايا والبلايا بعد شنو علم المنايا والبلايا قحط عندنا علم المنايا والبلايا اذا عبدنا يعلم هذا اقبل على شأنك هذا يجب ان نعرف حياتهم سلام الله عليهم وانهم احياء يرزقون ام حسبت شوف الاية ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا هذا اللي من اياتنا عجبا يعني موتناهم ثلاثمية وتسع سنوات وقعدناهم هناك ما هو اعجب وما هو اعظم وما لولاه ما جعل الله عز وجل هذه الآية آية اصحاب الكهف وآية الكهف وإلا بالله عليك رأس مفصول عن الجسد مذبوح من الوريد الى الوريد ومن كربلا الى الكوف الى الشام يلهج بذكر الله عز واجب يقرأ القرآن ويكثر من قراءة خصوص هذه الآية لهاي الام حتى تفهم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجب يقول أحدهم لما جاءوا برأس الحسين عليه السلام وهو على رأس رمح عالي يقول كنت تحت الرأس أنظر إليه وإذا أسمعه يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجب قلت بل رأسك أعجب يا ابن رسول الله رأسك أعجب يا ابن رسول الله الله أكبر كادت السماء أن تنطبق على الأرض لما قتل الحسين عليه السلام يقول الراوي زلزلة الأرض قامت غبرة في السماء كسفت الشمس اهتز عرش الله عز وجل تضعضع العرش لهذه الداهية الكبرى لما لاحظت الحوراء زينب عليها السلام تغير الدنيا جاءت إلى الإمام زين العابد قالت عم أقعد لقد زلزلت الأرض تغيرت الدنيا قال عم سنديني سندته قال عم أرفعي طرف الخباء رفع الطرف الخباء قال عم زين يا 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 بتهيئي إلى السبيل فهذا رأس أبي الحسين رفع عاليا صح ونادي أيوة حسين أيوة سيداه أيوة مظلومة خرجت تنادي ليت السماء انطبقت على الأرض وليت الجبال تدك دكيت على السهل والله يا ناس يا ناس ضيعت البصير ومثل حير ما شفت حير ومثل حير ما شفت حير أبن واغ يا لدي ما لعشير يولا حذرة قراب البي غير باليوم الثاني نادى المنادي علي بالرؤوس فلتعلق تلك الرؤوس الزاكي على أسنة الرماح أك روايا والله هذه كل لسان عن ذكرها يذكرها بعض أرباب المقاتل ولكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا لما قطعوا تلك الرؤوس الزاكية نادى عمر بن سعد هناك رأس لم يقطع قالوا أي رأس كل الرؤوس قطعناها قال لا هناك طفل للحسين دفنه قبل أن يقتل أخرجوه وقطعوا رأسه أخذوا يبحثون عنه بسيوفهم ورماعهم إلى أن وجدوا قطعوا وعلقوا مع تلك الرؤوس الزاكية سعد الله قلب الحورة زين نقل يا أخو يا حسين يومك شده بالي وارخص الدم علشاء يا 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 نغالي أنا تهوني ذكرت عز ودلالي بعد وهناك ما هو أعجب لما دخلوا إلى الكوفة ماذا يصنعون يصيحون الله أكبر ما أشبه اليوم بالبارحة والقوم أبناء القوم يقتلون أبناء النبيين ويكبرون الله عز وجل جاءوا برايا أسك يا ابن بنت محمد مترملا ينب دمائه ترميلا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل أخواني نتوجه إلى الله لدينا مرضى بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي ما سنظر وأنت أرحم الرحمين اللهم أشفي كل مريض خصوصا من أوصانا بالدعاء أشفي مرضاهم أقضي حوائجهم اللهم أحفظ الإسلام والمسلمين أيد علماءنا العاملين اجعل هذا البلد وبلاد المؤمنين في أمن وإمان أخواني الحاضرون أحفظهم فردا أخواني المؤسسون تقبل أعمالهم وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات اللهم نهدي للجميع نهدي للجميع نهدي للجميع